اليوم الحزب كي عقد المجلس الوطني ديالو يعني في الوقت ديالو اللي كما كان مبرمج والهيئات ديال الحزب كلها كتشتغل ضمن هاد يعني البرنامج ديال العمل ديال الحزب مرحلة مهمة جدا لان هي تقريبا نصف الولاية اللي كيعيشها الحزب في هاد تجربة ديالو اللي موجود على ثلاثة ديال الاصعيدة على صعيد الحكومة وكيد البر الحكومة على صعيد ديال البرلمان عنده فريق برلماني يعني كبير وعلى صعيد ديال يعني تدبير الشأن المحلي على صعيد الجماعات الترابية فمرحلة مهمة يعني النظر هو اللي تقييم لهاد الأوراش وهذا العمل اللي تقام لحد الان على هاد تلاثة ديال الاصعيدة واللي شفنا فيه كانت إصلاحات جد مهمة بالنسبة لمحاور الحزب خذافها يعني الالتزامات مع المواطنين واللي هاد يعني زيادة على الإصلاحات اللي كانت كانت تنزيل أوراش وتنزيل يعني المشاريع على الميدان وكان كذلك واحد العمل جد مهم ديال تنسيق على صعيد يعني الحزب باش تكون الالتقائية ديال العمل الحكومي مع تنزيل سياسة العمومية على الصعيد المحلي مع يعني المذبرين ديالشأن المحلي من المستشارين الرؤساء وكانت كذلك مرحلة مهمة على الصعيد يعني التشريعي واليوم هاد المرحلة المقبلة إن شاء الله هي مرحلة مهمة جدا واللي غادي تكون فيها هاد المقاربة ديال العمل لأجل يعني أولا باش نكملو ذاك شي اللي كان في البرامج الحكومي والالتزامات مع المواطنين وثانيا طبعا الاستعداد للتكملة يعني التتمة ديال هاد يعني الولايات والحزب يعني في واحد دينامية اللي هي جدا مهمة دينامية على الصعيد ديال كل يعني الاجهزة دياله ويعني الحزب كي يقود الأول مرة هاد تجربة ديال الحكومة والتدبيع ديال شئ المحلي بهذا الكتافة النتائج يعني هي مهمة جدا ورغم هذه الضرفية الكبيرة والصعبة اللي جا فيها الحزب لذات سنوات ومنذ السنة الأولى عندنا جفاف وعندنا يعني تضخم ورغم هذه الإشكالية الحزب عرف كيفاش يدبر الأزمة وكيفاش يدبر الضرفية وكيفاش ينزل المشاريع المهيكلة وكيفاش يستمر في الالتزامات دياله باش يحقق الاستثمارات لأجل يعني الإطلاع الاقتصادي اللي كان ضروري منه من بعد هاد شي ديالكورونا اشتركوا في القناة